سامح شكري كانش ده اللقاء الوحيد بتاعه على فكرة هو قارة في بروكسل وتحدث بقى والتقي مع صوفي ويليامز نائب رئيس الوزراء ووزيرة التقى معها وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية في بلجيك عايز اقول لكم ان من ضمن الحديث في هذا اللقاء خطط التنمية المصرية ومشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة واهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب الأثار خدوا بالكم من كمية الورق والملفات اللي بيتم منقشتها واستعادت حركة السياحة القادمة في بلجيكا يعني هذا الرجل رايح يتكلم في ملفات همة جدا ولكن ايضا الى جانب هذا السياحة بتاعتكم فين اخبار الأثار بتاعنا اللي بتتسرق وفيه معابر وبتروح في كل حتة لو سمحتوا تساعدونا عشان ناخد أثارنا مرة اخرى احنا عندنا مشايع البنية التحتية احنا موجود عندنا الطاقة المتجددة وكل ما يأتي بعدها وانكلونيك برضو بما في ذلك ملف الكورونا وازاي مصر بتواجه هذا الملف